حلم عربي كان بالنسبة لكل العرب حاجة مهمة لكن بيجي خبر مأساوي الحقيقة بأنه استبعاد البطلة الملاكمة الجزائرية إيمان خليف من نهائي بطولة العالم لوزن 66 كيلو جرام المقام بالهند والموضوع ده عامل قلق كبير وفيه قصص تشبه القصص البلسية يعني تحليل استقصائي بيشوف الدنيا راحت على فين والمعلق الرياضي وزامنا العزيز حديث دراجي على فيسبوك ناشد السلطات الجزائرية أن هم لازم يتدخلوا بشكل ثوري علشان يشوفوا موضوع الاقصاء من طرف الاتحاد الدولي للملاكمة وإزاي إنها تتمنع من نهائي بطولة العالم إلي في نيودالهي لأسباب صحية والأسباب دي إزاي لما يتم الكشف عنها خلال سبع سنين مرست فيهم الرياضة ده الموضوع ليه توقفت؟ هل الوقف مشروع أو لأ؟ هل في ظلم أو لأ؟ إعلقة المغرب والصين اللي هجموا فاجأة على الموضوع من قبل حاشية إيمان ده اللي هنكشف عنه في حلقتنا نهاردة فضالي فانت طيب إحنا النهاردة بنتكلم عن رحلة قصية وشاقة جدا وكانت بنهاية هي الأكثر إزعاج وحزن إحنا طبعا زي ما انتا قلت بنتكلم عن الملاكمة الجزائرية إيمان خليف واللي تم إقصائها من المباراة النهائية ليلة المباراة وكان من المفترض أن هي هتواجهها الصينية يانجلي في نهاية بطولة العالم للسيدات وزن 66 كيلو والمقامة في نيودال ليه يا أخوانا؟ قرر الاتحاد الدولي للملاكمة استبعاد إيمان بسبب ارتفاع هرمون الذكورة بشكل مفرد في جسمها وده وفقا للتحليل اللي تعمل قبل المباراة وده إجراء طبيعي بيتعمل في كل المباراة تمام؟ طيب هي مين إيمان خليف؟ إيمان خليف هي بطالة ملاكمة زي ما قلت لك هي عاشت حياتها كلها بتتعرض للتنمر وهي قالت أن هي كانت بتتخطى كل ده وموافقة عليه ولقيت نفسها جدا وفقا لمكوناتها دي في لعبة الملاكمة طيب إيمان وصلت لبطولة الاتحاد الدولي لملاكمة للسيدات في 2018 في نيودالي كانت في المرتبة السبعتاشر بطولة العالم للملاكمة النسائية 2019 اللي كانت في روسيا بطولة العالم للملاكمة النسائية 2022 وكانت أول ملاكمة جزائرية بتصل للنهائي بعد فوزها على الهولندية شالسي هايجن إيه اللي حصل بقى في البطولة دي؟ لعبة خمس مباريات كسبتهم كلهم أول واحدة بسبب عدم التكافؤ مع المنافسة الكينية وبعد كده ملاكمة روسية كسبتها نتيجة 4-1 بعد كده هزمت الأسباكية 5-0 وراحت ربع نهائي وأزاحت المنافسة تايلندية بنتيجة 5-0 وكان المنتظر إنها تواجه الصينية في دور النهائي طب هنا كان فيه أسئلة كتير طب يا أخوانا أنتوا دلوقتي بتروحوا تعملوا الإجراء ده أولا بيروحوا يعملوا التحاليل بشكل مفاجئ سواء بما لها علاقة بالمنشطات أو الهرمونات أو أي حاجة وبيروحوا ياخدوا عينات مفاجئة بس التذي بتلعب من 2017 وفي بطولات دولية زي ما قلت لك دلوقت سهيء واخدت مراتب ومراكز وهو الهرمون ده بيظهر فجأة وهو موجود عند الناس كلها بنسب حفيز درجة تكلم فيه إنه ده بقاله سنين مش فجأة لو هو في البطولة ده بقاله سنين وبعدين التقرير اللي خارج على حسب كلامك مش موضح طب هي نسبة كام؟ ده حي طب هو الطبيعي كام؟ ده حي طب هي فرقات ده إيه؟ طب والبقاء يا أخبارهم إيه؟ مفيش كلام ده خالص وهقولك وتقال ده نصا يعني لغاية لما خرجت المسؤولة عنها عن إيمان اللي هي منال محرزي طبعا إيمان خرجت في الأول وعياطت وقالت أنا زعلانة وده مش طبيعي وده حرام والحلم خلاص أنا على وشك أني أصبح أول ملاكمة عربية وأفريقية بتحرز البطولة دي بطولة العالم وأنه أنا فخورة ببلدي ووزارة الرياضة التحاد الرياضي الجزائري عفوا للملاكمة الجزائرية قال إحنا هنتعن ولكن تم رفض الطعن أصلا راحوا لما نال محرزي قالت لهم دي مؤمرة طب إيه المؤمرة؟ دي مؤمرة من الصين والمغرب مش معنى؟ طب الصين وإحنا فهميه؟ النهائي صين النهائي صين خلاص الصين خدتها وألف مبروك ليه المغرب؟ قال لك المغرب هم اللي وقفوا عائق قدامنا علشان ما تكونش الملاكمة الجزائرية هي أول ملاكمة عربية وأفريقية تتوج بلقب بطولة العالم للملاكمة النسائية طب شبعنا المغرب هتوقف للجزائرية بازاي؟ قالت لك بقى ده المسؤولين المغربة من عشرين عشرين حطين إيمان في دمخهم وأنه هم بيشوا بيها دايما للهيئات الدولية والحكام في خلال المنافسات وبسببهم أجرت كذا فحص في غير موعده وآخرهم كان في السنغال لمنعها من التأهل للألعاب الأولمبية ومع ذلك وفقا لكلام منال محرزي بس هي ملهاش منافسة مثلا من المغرب لا هي لا 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 بس هو فكرة أن اللقب وفقا لمنال محرزي وفي بطلة مغربية في وزن تاني آه ده حقيق جزبت ده حقيق في وزن 26 كيلو أوكي آه ولكن هم مش عايزينها هي تبقى هي تحصل بطولة العالم للملاكمة النسائية في هذا الوزن هارجع وقول تاني من 2017 وكل التحاليل دي ولا مرة فكرتوا تستبعدوها بسبب أن عندها ما الهرمون ما هي البنت من وهي صغيرة بتقول أنا بتعرض للتنمر عشان أنا المشكلة دي موجودة عندي لغاية تلمة وبالمناسبة وكسبت وكسبت مع كامل الاحترام فيه ناشق يا أبطال كتير جدا 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 من البنات التكوين العضري بتاعهم قوي ده حقيق بوضوح يعني لا عايز أقول لحاجة كمان إنه هيعدت لزي أنا وانا لسه إليه لك كذا مرحلة في البطولة دي وكسبت كذا مباراة في البطولة دي البطولة نفسها اللي استبعدت من النهائي للسبب ده عايز أقول لك على حاجة يعني سبحان الله يعني مش عارفة أقوله والله لطيفة ولا حزينة استضافوا الملاكمة الروسية اللي هي كتغلبتها في واحدة من الجولات يعني قالت لهم طب أنا يعني طب أنا أنا خسرت جارتني كنت أنا اللي في النهائي كنت أنا كسبت أنا زعلانا إنه أنا يعني اكتشفتوا ده 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 بس هنعمل ايه هنعمل ايه منتو حديتوا كل ده ليه جاهيني النهاردة نعمل ده فالنقد الرياضي الجزائري حسين جناد قال هو ده هرمون جديد ده اكتشفان في الدنيا جديد لا طب طيب هل هي لسه أول مرة بتعمله تحليل؟ لا طب طيب فين زي بقى ما أنت لسه قيل دلوقتي هو قال ده نصا طب فين الأرقام اللي بتقول إنه المعدل الطبيعي للهرمون ده بيبقى كذا ولإنه الهرمون ده عندها بشكل مفرط فهي مش هتقدر تبقى مكفقة أو إن المنافسة هتكون غير متكافقة مع سيدة فما ينفعش هي تلاكم سيدات فين المعدل الطبيعي وفين الرقم الأعلى منه طب في النتائج بقية الناس طب انتو فين من زمان وتحول كل الاتهامات زي ما أنت قلت بقى الحاشية الخاصة بيها أو كثير من الألم الجزائري ورياضيين الجزائريين إنه يا جماعة دي مؤامرة مغربية في نية طيب اللي جاي بقى ايه؟ يعني مستقبلها في المناكمة نفسه أخباره إيه؟ إحنا خلطنا البطولة دي لأنه طعن زي ما قلت لك ترفض رئيس الاتحاد الجزائري للمناكمة النسائية إحنا معيها وهنقف جنبها وأكدت اللجنة الأولمبية الجزائرية إنها ستتكفل بالمرافقة الطبية لإيمان خليف ودعمها في تحضيراتها استعدادا للدورة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد تاريس 20-24 واللي هتتعامل في دكار في أغسطس 20-23 يعني هم تتعاملوا مع اللفات دا لأنه قد يعني خلاص حاجة وخلصت لك من المهم اللجاية وإحنا خلاص بقى ما هنركز في اللجاية بجانب كل البطلات الموجودة من جنسيات مختلفة لكن في النهاية دعم الدولة مهم جدا في وقت زي دا الوقوف جنبها مهم جدا الدعوة حفيص درجة كانت مهمة جدا في وقتها لأن اللجاية أهم بكتير من اللفات دا رقم واحد ولأنه هي محتاجة دعم أكتر من أي حد يعني اللي عاش حياة ومسيرة في الرياضة بالشكل دا يا سيارة محتاج دعم أكتر من أي بنا آدم عشان يقدر يرجع من تاني لمكمن القوة اللي عنده واللي يوصل للنهائي عن جدارة واستحقاق ويستبعد لا ويستبعد ليلتها دي شيء مفجع